اشتركوا في القناة 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 دورة الدراع من هنا يعني الدورة ديال الدراع مقسموها على اثنان يعني اما تفصل اما اضد المقص من قص والقياس بدل التركيز نقسم منه واحد سنتيم وتضيفه هنا بحال هيكا سوف ينجد من هنا او لا لا يعني شو سوف يضي المقص من هنا تضيف القياس ديال التركيز سوف يضيف فقط كي يسهل عليكم انكم تحددوا النقطة الصدر سوف يحددوه بحال هكا سوف تنقصوا منه سنتيم وتضعوا الدورة ديال الدراع وتأتيوا من هذا النقطة هذه وتضعوا القياس الصدر بحال هكا سوف تصيروا بخط بهذا الشكل هذا كي يجيكم سهل سوف نضع طول الحزام أو طول القصة القصة تحت الصدر سوف نضعها في المكان الحزام كل واحدة و الحزام تحزم يعني تحت الصدر سوف نضع طول نقطة و نضع العرض الحزام سوف نضع حزام 1-4 سنتيم لانك يجب الحزام فيه الخيط المطاطي سوف نضع حزام 4 سنتيم بحال هكا سوف نضع بخط و سوف نضع حزام 1 سنتيم من الجوانيد بحال هكا بحال هكا اضع حزام 2 سنتيم سوف نضع حزام 2 سنتيم هذا الشكل هذا سوف نضع هذا هو الظهر سوف نقطعه ثم هذه القطع فوقانية الظهر بعد فصلناها بها نفصل الامام بحال هكا كيف يناقض التوب بالنسبة للتوب الموديل والتوب المنطوني الالبصاريات دي بأنه مخافف المنطوني سيعطوه لكم فهو خطف سلوء باتجاه مؤاكس لا يجيش يدفوه في التوب سوف نجيه دبال لجيه الأمام سنحيده 8 سنتيم ديال الكروازي سنحيدوها سنطرسوها على التوب سوف نحدد طول هذا الحزام حددنا 8 سنتيم 8 سنتيم هذه الكروازية لا ندخله في القياسات سوف نضع هذا الضهر كما ترى سوف نتراسي عليه نفس الطريقة الاختلاف الذي كينا هو القب الذي خارج من الأمام الذي يأتي لصقف الأمام سوف نضع هذه النقطة للعنق سوف نبدأ سوف نعلم بعد الأمام هذا هو الأمام بعد ما ترسينا نفس القياس الخلف الاختلاف الذي كينا هو أننا سوف نضع القب سوف نضع من هذه النقطة هذه 8 سنتيم من العنق نضع العنق من هنا ونضع العنق الخلف نضع من هنا بـ 1-2 سنتيم ونضع العنق الخلف الدورة العنق الخلف هي هذه نحسبها بالسنتيم بحال هكا تخرج لنا 9 سنتيم زائد سنتيم الخياطة هي 10 نضعها بحال هكا هنا ونحاول نضعها بخط مائل شوية لفوق 1-2 سنتيم حال هكا الدرس ديال القب خارج من السوبراني سبق لي ودرته سوف نأتي من هنا سوف نخرج 35 سنتيم حال هكا ومن هنا سوف نضعه في القب في العرض ديال القب سوف نضعه 30 سنتيم ونضعه هنا سوف نضعه هنا العرض ديال هوا هاته 8 سنتيم سوف نضعه ونصير خطمه بين هذه النقطة القب إلى هذه النقطة هكا حال هكا سوف نضع القب خارج هنا بالنسبة للقب هكا متلات سوف نضعه من هنا بخمسة سنتيم ومن هنا بخمسة أو لستة وكترسمه القب دائري بهذا الشكل هذا سوف نقطعه الأمام ديالنا ونضعه ونفصله القطاع اللي سوف يأتي من التحت كما ترى هذا هو الظهر وهذا هو الأمام خارج من القب سوف نفصله القطاع هنا كيشتو هاته كانت عندنا فيها مترين على متر ونصف سوف نضعه على اثنان بحلاكة سوف نضعه هنا 75 سوف نضعه على أربعة بهذا الشكل هذا سوف نضعه 35 هو هذا القياس سوف نضعه هنا الخلف سوف نضعه سوف نضعه سوف نضعه سوف نضعه على اثنان بحلاكة هذا المكان سوف نضعه فيه الأكمام ونضعه فيه القطاع التحتانية سوف نضعه الظهر سوف نضعه سوف نضعه سوف نضعه الحزام سوف نكمله الطول مثلا الطول السورفيت كابيتشو سوف نضعه هناك كتشوفه الخلف يجي أكبر من الأمام سوف نضعه سوف نضعه 35 فهي كافية كما تشوفه 35 بالنسبة للربع 35 يعني في الربع 35 يعني الدورة كاميرة سوف نضعه متر ونصف 35 نضعه 30 مثلا نضعه العرض صافي وكذلك ما ننصوش نطلعه من الجوانيد باش ما يجيوناش طايحين هذه ديال الخلف نضعه للأمام بحال هكا والأمام نفس الطريقة لا نحسبه الكروازي لأن الكروازي سوف يكون متني لنا لا نحسبه فقط القياس ديال الحزام بحركة ونضعه الطلد الأمام كيف ما نشوفه موديل الطلد الأمام كيف يكون يعني يقصر على الخلف ونضعه ونضعه نفس القياس اللي درنا في الجليل هذا صافيو غادي نقطعه ونجيون هنا باش نفصله الأكمام هذه غادي نحيدوهم بالنسبة لتفسد الاكمن فهو ساهل سنجيبو الكم ها هو كن 2-4 و نحطوه بحال هاكا نتراسيو الكم دينا وهذا بالنسبة للطول كنديرو الطول للكم ناقص 12 سنتيم اللي طيحنا بها الكتيف و نزيدو عليها القياس ديال الخيط المطاطي مثلا كان عندنا الخيط المطاطي فيه 3 سنتيم نزيدو سنتيم للخياطة هي 4 سنتيم نزيدوها في الطول وبالنسبة للعرض كنديرو العرض ديال الدورة ديال الكم ديالنا و نزيدو عليها 1-3 سنتيم ديال الخيط المطاطي و نصيرو بخطة بحال هاكا و غادي نقطعوه كيف ما كتشوفو هاي القطعة ديال الخلف مع القطعة اللي غا تلصق فيها في الامام في العفوان التحت و القطعة ديال الامام ها هما يجيو بحال هاكا كروازي مع القطعة ديالهم اللي غا تلصق معاهم هاكا القب كيجي مفتوح كيف ممشتو موهم ده بأ أنا غادي نفصلها قطعة صغيرة على توب و غادي نزمو لكم بطريقة ديال الخياطة من نسبة لطريقة ديال الخياطة اول حاجة كنجيبو هاي القطعة الامام اللي خارج منها القب و كنخيطوها من هنا هاي حتى هاد النقطة هادي فقط كنخليو هاي اللي غا تخيط لها مع العنق ديال الخلف من بعدم اما خيطنا القب غادي تحضر ان تحضروا الى هاي و غادي تخيطوا عليها الشارط لبية باللون الأبيض بالنسبة لي ما عندها الشارط ما بغدش تدير الشارط لبية غادي تدني سنتيم للداخل و ادير تخيط العطفاء كيف تشوفوا من بعد ما خيطتوا لها ذاك الشريط او لا تديروا هاد الخياطة العادية دابا غادي نجيبو غادي نديرو ذاك ثمانية سنتيم ديال الكروازي نحددوها بحال هكا نجيبو القطعات الامان اللي غا تركب من التحت وغادي نحطوها عليها بهذا الشكل هادا بحال هكا نجيبو غير ثمانية سنتيم ديال الكروازي هانتم كيف ما كتشوفو ذاك ثمانية سنتيم مثلا كتشدوها هنا بواحد الغرزة وعدك تحطو فوق من هاداك القطعات السفلية اللي غا تنلسق معها هكا نجيبو حلت سنورة سافي وغادي نخيطوه مع بضيتهم بعد ما خيطناها كيف ما كتشوفو كي يجيو الكروازي هو هادا والقب تيجي بهذا الشكل هادا كي يجي طايح على الكتاف هاتوا مكيف ما كتشوفو في الموديل يعني لو خقطع صغيرة اراه واضح بنفس الطريقة درنا الجهاء ديال الخلف ده بغا نخيطو عليهم الخيط المطاطي نجيبو الخيط لمطاطي هاد المسافة اللي عندنا هنا في الحزام نصف ديالها نديروه خيط مطاطي بحال هكا وكنجيبوه على الحزام هاتوا مكيف المشتر هيا كتجي البياسة في هادا كتتكماش وكتجي سهلة في اللبس كتجمع على الحزام نفس الطريقة غادي نديرو الخلف دبا غادي نجمعو الكتفين ديال الظهر او ديال الامام كنحطوهم بهذا الشكل هادا وكنخيطو الكتفين وكنخيطو الكتفين وبارد نفس الطريقة مستفى الجيمة نłemいく وكنخيطي ـ وانصف القب 有 satisf نبقى القب مع العنوق اتذى الخلف الآخ اتصف كما ترون بعد ما خيطناه دابا سنخيط الأكمام ترقد خيطة الأكمام هذه سهلة هذا هو لكم نضع عليه حركة صفي و نخيطه صفي من بعد ماء كان خيطه نجمعوا الجوانب و نجمعوا لكم و الجوانب كذلك و حاولوها البناس تديروا الخياطات هذا الخيط لما تضيد الخلف مع هذا الأمام ما يجيكمش متفاوتين كذلك بالنسبة للتركيز كيف مجردون خيط هذا الموديل سوف تبقى لكم هذه العطفاء التي تدولتها بشريط البيئة بالنسبة لما تريد شريط البيئة للعطفاء بحالها كعادي الخلف يأتي أكبر من الأمام وبالنسبة للسيروال أريد أن أجد لكم الطريقة للتفصل المفتوح من الجوانب بقوا مسدود لأنه نسبة لما شرحته بالنسبة لما أضل فيه فهي نفس الشريط يعني إما تاخدوها من نفس التوب المونطوني أو تاخدو الشريط البيئة التي تتباع وكعد يتخيطون السيروال يتخيطونها عليها من الفوق يعني ماشي ضروري أنه ماشي قدروا فوتها في الجانب أو لك تخيطوها عليها من الفوق كان هذا هو الفيديو دي اليوم نتمنى أن الموضي ليكون أعجبكم وتكونوا استفدتم منه وما تنسوش شارككم عن أصدقاء ديكم وما تنسوش كذلك الاشتراك في القناة باش تصلوا بأي فيديو حطيته وكان بغي يكون بزبزة في أمان الله ونطلقوا فيديو جديد إن شاء الله إلى اللقاء